ميد بريس تقدم أبرز العناوين وتفعيل زر الجرس كونتي يمتدح حاكيمي بعد تألقه أمام هلاس فيرونا امتدح أنتونيو كونتي مدرب أنتر ميلانو لعبه الدول المغرب أشرف حاكيمي بعدما صنع الهدف الوحيد الذي فاز به الفريق على ضيفه هلاس فيرونا يوم الأحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة والثلاثين من الدور الإيطالي وأوضح كونتي في تصريح له بعد نهاية المباراة حاكيمي قدم مرضودا جيدا ولديه مجال كبير من أجل التطور والنمو سواء كلاعب أو كشخص ويقدم السويات جيدة وتابع حاكيمي يحسن تعامل مع الكرات تابتة إذ يسدد بشكل جيد من مسافات بعيدة لكن ضربات الجزاء لن ينفذها على الإطلاق إذ أن على الجميع أن يموت من أجل الحصول على فرصة تسديد ضربات الجزاء وحاكيمي أسوأ مني فيها حينما كنت لاعبا اسمع ما قال السعيد الشاب بمدرب راجاء بعد مباراة أولمبيك أسفي أوضح التونسي لشعيد الشاب بمدرب نادر راجاء رياضي لكرة القدم الجديد أنه مباشرة بعد فوز فريقه اليوم على أولمبيك أسفي بهدفين لسفر لحساب الجولة 13 من منافسات البطولة برو طالب لاعبي بالتفكير في المباراة المقبلة وقال الشاب في تصريح تلفزيوني عقب اللقاء نحضر للمباراة واحدة بأخرى وقد تكلمت مع اللاعبين وطلبت منهم التركيز على المقابلة القادمة لأننا يجب أن نفوز ونفكر في القادم لأنه دائما هو الأهم ومن يلعب أو يشغل فراجاء يجب أن ينتصر في كل مباراة وأضاف المتحدث نفسه نحاول كل أسبوع أن نرضي الجماهير وقد حققنا الفوز في آخر ثلاث مباراة وتنتظرون مقابلات صعبة لهذا يجب علينا مواصلة العمل للضفر بالمزيد من النقاط من جانبه أكد أمين كرما المدير التقني لنادي أولمبيك أسفي أنه كان يعلم أن المباراة ستكون صعبة أمام الرجاء الرياضي وقد دخل فريقه بعزيمة كبيرة كما حاول أن لا يرتكب الأخطاء لكن لسوء الحد لم يتوفق وواصل كرما قائلا خسرنا ثلاث نقاط لكن بالمقابل حققنا مكتسبات أخرى سنشغل عليهم مستقبلا وقد أظهرنا اليوم أننا نمتلك مجموعة تتطور بشكل كبير كما أن الفريق يحتل المركز مطمئن ولدي المزيد لتقديمه في قادم المباراة وهزم فريق راجاء الرياضي أمس الأحد ضيفه أولمبيك أسفي بي 2 لسفر في الجولة 13 من البطولة الوطنية الاحترافية حيث مكن هذا الفوز الفريق الأخضر من تعزيز وصفته لجدول ترتيب البطولة رفعا رصيده إلى النقطة 25 متقدما ب7 نقاط عن أولمبيك أسفي السابع الترتيب البنزرتي الأداء غير جيد والمرابط أشكر اللاعبين على شجاعتهم أكدت تونسي فوز البنزرتي مدرب نادي الويداد الرياضي لكرة القدم أنه لم يكن راد على أداء فريقي حتى وهو منتصر في الجولة الأولى بهدفين لسفر قبل أن يقلب عليه اتحاد طانجة الطاولة ويهزم بتلات أهداف لهدفين في المباراة المتيرة التي جمعتهما مساء الأمس على أرضية الملعب الكبير بطانجة لحساب الجولة 13 من منافسة البطولة بخو وقال شيخ المدربين في تصريح تلفزيوني عقب اللقاء لم أكن راد على أداء فريقي في الشوط الأول الذي أنهيناه منتصرين بهدفين لسفر وذلك لأننا لم نكن جيدين كما أنه ليس هناك فريق سهل في البطولة برو وأضف مدرب الفريق الأحمر تلقينا ضربتي جزاء في الوقت الذي طالبت اللاعبين بتفادي الأخطاء خارج مربع العمليات وقد استقبلنا هدف ثالث من ضربة مباشرة رغم أننا تضربنا كثيرا لتفادي هذه الأمور مبروك على فارس البوغاز والقادم الأفضل من جانبه عبر إدريس المرابط مدرب نادي اتحاد طانجة عن سعادته بنتيجة الفوز متمنيا حض أوفر للوداد ومؤكدا أنه كان يعلم أن المباراة ستكون صعبة خاصة بعد أن تلقى فريقه هدفين في شوط المباراة الأول ووصل مدرب ممتل عروس الشمال بين الشوطين قمنا ببعض التعديلات وحاولنا الضغط على رفاق وليد كرتي في مناطقهم وأشكر اللاعبين على قتاليتهم والواقعية التي ظهروا بها والحمد لله أمننا بحضوضنا وحققنا المبتغى وأهدي الفوز لعشاق الفارق الأزرق وقلب فارق اتحاد طانجة يوم الأحد تأخره بإثنين لسفر أمام ضيف الوداد الرياضي إلى فوز بثلاثة لإثنين لحساب الثورة الثلاثة عشر من البطولة الوطنية الاحترافية يشار إلى أن الخسارة جمدت رصيد الودادة عند الستة والعشرون نقطة في صدارة جدول الترتيب مع مباراة ناقصة أمام نهضة بركان بينما قفص الفوز بإتحاد طانجة إلى رتبة الخامسة بعشرين نقطة أولامبياكوس اليوناني يدخل ضمن الأندية الراغبة في انتداء بيونس بالهندة أبدأ نادي أولامبياكوس اليوناني لكرة القدم رغبته في ضم الدول المغربي يونس بالهندة ليجاور مواطنة ويوسف العربي هداف الفارق وكشفت وسائل إعلام يونانية أن انتداء بالهندة بات مطلبا لإدارة نادي بلاد الإغريق لأسيما وأن بالهندة يعتبر لاعبا حرا منذ شهر مارس الماضي بعد مغادرته نادي غالطة ساراي بسبب مشاكل مع إدارة الفارق وكانت وسائل إعلامية تركيا قد أكدت وجود اهتمام أندية أخرى ببلهندة من أهمها ناديي بشيكتكاش وفانر بخشاء التركيين في حين أبان نادي فالنسيا الإسباني ونيس الفرنسي أيضا عن رغبتهما في انتداء بالأسد الأطلسي دول 31 عاما وأضافت وسائل الإعلام اليونانية أن أفضل عرض توصل ببلهندة من الناحية المالية جاء من نادي أولامبياكوس والذي ينتظر القرار نهائي للدول المغربي تجدر الإشارة إلى أن غالطة ساراي قد فسخ عقد بالهندة من جانب واحد وذلك على بعد شهرين ونصف فقط من نهاية عقده على إتر تصريحات إعلامية اعتبرتها إدارة الفارق سبا في حقه ومخالفة للقانون الداخلي للنادي نوردين أمرابت يشيد بشقيق يسوفيان بعد تألقي أمام يوفينتوس أشهد الدول المغرب نوردين أمرابت لاعب النصر السعودي بشقيق يسوفيان أمرابت بعدما تألق بأداء كبير أم يوفينتوس يوم الأحد في المباراة التي تعادل فيها فيورنتينا بهدف لمثله لحساب لقاءة الجولة الثالثة والثلاثين من الدور الإيطالي ونشر نوردين أمرابت صورة عبر خاصية ستوري في حسابه الرسمي على موقع التواصل الشماء يستغرام يظهر فيها سوفيان أمرابت وهو في السراع على الكرة مع النجم البرتغالي كريسيانو رونالدو وعلق نوردين أمرابت على الصورة بالقول أداء مميز خلال رمضان ما شاء الله ميد بريس تقدم أبرز العناوين كونتي يمتدح حاكيمي بعد تألقه أمام هيلاس فيرونا اسمع ما قال السعد الشابي مدرب الرجاء بعد مباراة أولمبيك أسفي البنزرتي لأداء غير جيد والمرابطة أشكر اللاعبين على شجاعتهم قبل أن نكمل لا تنسى وضع عليك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ترجمة نانسي قنقر